موسيقى ذكر الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كياف وأجزاء أخرى من أوكرانيا مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية قد صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات هذا اليوم قبل إعلان زوال الخطر فيما لم ترد معلومات بعض عن حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة أو إن كان قد أصفر عن صفحة حفلة موسيقى أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا وأضافت الوزارة أن القوات أسقط طائرة مسيرة فوق منطقة بريانيسك في غرب روسيا وأسقط طائرة أخرى في منطقة كاريسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها شنت غارتين استهدفة نقاط قيادة وسيطرة للقوات الروسية وعشر غارات على مجموعات من القوى العاملة واثنتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأكد بيان للهيئة أن أكثر من أربعين اشتباكا قتاليا قد وقع على الخطوط الأمامية في جميع أنحاء أوكرانيا على مدار أمس في حين تواصل قوة الدفاع الأوكرانية عملياتها الهجومية في اتجاه ملتوبول وأضاف البيان أن القوات الروسية نفذت خلال تلك الفترة خمس هجمات صاروخية وخمس وأربعين غارة جوية بالإضافة إلى سبعة وستين هجوما بأنظمة جراد وذلك على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان أعلنت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك أن الجيش الروسي يحتفظ باثنتين عشرة سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود بما في ذلك حاملت الصواريخ وقالت هومينيوك أن تهديد الصاروخي لا يزال قائما بالنسبة لأوكرانيا مشيرة إلى أن حاملة الصواريخ تنفذ مهمة قتالية بعد قيامها بمناورة بالانتقال من بحر أزوف إلى البحر الأسود أشارت الإدارة العسكرية الإقليمية في دينيبرو بريتروفيسك إلى أن القوات الروسية هاجمت منطقة نيكوبول في المنطقة ثلاث مرات خلال اليوم الماضي وأضفت الإدارة أنه استنادا إلى البيانات الأولية فقد هاجمت القوات الروسية باستخدام موسيرتين انتحاريتين كما أطلقت النار بالمدفعية الثقيلة بما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ذكرت لجنة تحقيق روسية أن الفحوصات الجينية أكدت وفاة زعيم مجموعة دجنر المسلحة يفيني بريكوجين في حادث تحطم الطائرة التي كان على مكنها الأربعاء الماضي وأوضحت اللجنة في بيان أن الفحوصات الجينية الجزئية أثبتت أن هويات القتل العشر الذين تم انتشال جوثثهم من مواقع الحتام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقب والتي كانت تضم اسم بريكوجين أكد المتحدث باسم خدمة حرص الحدود الأوكرانية أنريا ديماتشينيكو أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية بالكامل وقال ديماتشينيكو أن وحدات حرص الحدود الحكومية وقوات الدفاع تعزز السيطرة على هذا الجانب وأشار ديماتشينيكو إلى أن اهتمام حرص الحدود الأوكرانية كان منصبا بشكل خاص على وجود مرتزقة روس في بيلاروسيا لكن عددهم لا يشكل تهديدا كبيرا لأوكرانيا شخص الحدود الأوكرانية كانت تهديدا في بيلاروسيا شكرا